تفقنا مدير عفارع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالعاصمة المواقعة عدن المهندس محمد العبادي العمل في مشروع تحسين الحركة المرورية بدوار كالتكس في مديرية المنصور المنصورة والذي تنفذه المؤسسة بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن اطلع العبادي على سير أعمال فرش الطبقة الأسفلتية لعدد من المقاطع المحيطة بالدوار مشيرا إلى أن المشروع يتضمن قطع أو قطع وإزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة وكذا الردم والتسفية وفرش طبقة البيس كورس ومن ثم عمل الأسفلت وأيضا عمل برادورات حول دوار كالتكس ولمدخل شارع الشهيد سالم قطن